السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جامب كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اكسرسايز تدريبات ومفكابلاني على المفردات للدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة من كتاب بايبت بداية هنا معي صفحة 222 وأول سؤال معي هنا بيقول شوز أخطر ذاك روكت أنصر الإجابة الصحيحة السؤال رقم واحد بيقولي توريسس توريسس لهم السياح أوفن يعني غالبا ترافل باي كار ترافل يعني بيسافر غالبا بيسافروا بالسيارة ده بيعمل إيه يعني هنا بمعنى بيسبب ده بيسبب إيه أكتر مزيد من إيه بولوشن يعني بيسبب تلوص أكتر يعني من العوادن بتاعة السيارات واستخدامهم بكسرة للسيارات الخاصة بيهم ولا توريزم يعني بيسبب سياحة أكتر توريزم اللي هي السياحة ولا هلدي يعني أجازة أو عطلة ولا هستري يعني تاريخ أو مادة التاريخ يبقى عندي هنا طالما بيسافروا بالسيارات بتاعتهم ده بيسبب مور فولوشن تلوص أكتر رقم اتنين يعني هام جدا ان انت فروتك يعني تحمي كل أجزاء إيه مهم ان انت تحمي كل أجزاء إيه يعني المرشد كل أجزاء البيئة اللي هو القرن وهو ماءة عام فولوشن التلوص مهم ان انت تحمي كل أجزاء إيه كل أجزاء البيئة وصور الرقم 3 بيقول النقط it will rain tomorrow rain يعني يمطر عايز يقول انها سوف تمطر غدا but I am not sure لكن انا لست ايه شور يعني متأكد يقول هنا maybe بمعنى ربما بس المفروض كده ما يكونش فيه منها مسافة تكتب جنب بعضها على طول لكن هنا دي بمعنى من المحتمل أن يكون may ولا might ولا might be طبعا اسمها may be بمعنى ربما بس المفروض كده ما يكونش فيه هنا مسافة رقم 4 don't play football here ما تلعبش كرة قدم هنا or you might او انت ربما ايه بقى ايه اللي هيحصل لو انت لعبت كرة قدم هنا ذات كار هتعمل ايه في تلك السيارة hurt يعني يؤذي او يضر او يجرح injure معنى يجرح او يصيب السيارة ولا damage هيضمر السيارة ويتلفها ولا repair هيصلحها طبعا هيسبب تلف وضمر لي السيارة يبقى damage to damage that car هذه او تلك السيارة والسؤال رقم 5 I love going to بحب الذهاب الى places places ليه الاماكن يبقى انا بحب الذهاب الى الاماكن ايه such as يعني مثلا بحب الاماكن ايه زي museums زي المتاحف and ancient ruins ريونز ليه الاطلال او البقايا القديمة او الاسارية الاماكن ايه اللي زي المتاحف وزي الاطلال او البقايا الاسارية historic historic bliss يعني اماكن تاريخية historic يعني تاريخي ولا scary يعني مخيف بحب الاماكن المخيفة ولا culture يعني المثقف ولا historian اللي هو مؤرخ الشخص نفسه يبقى انا بحب الاماكن التاريخية I love going to historic bliss بحب الذهاب للاماكن التاريخية زي المتاحف والاطلال القديمة والسؤال رقم 6 تعريز انكل works for a big oil عم علي works for يعني يعمل لصالح بيعمل لصالح a big oil ايه بطرول كبيرة in the United Arab Emirates يعني ايه الامارات العربية المتحدة بيعمل لصالح ايه للبطرول في الامارات العربية المتحدة work يعني عمل environment اللي هي البيئة job يعني وظيفة ولا company يعني شركة طبعا بيعمل في ايه بيعمل لصالح works for a big oil company يعني شركة بطرول يعني ايه شركة بطرول كبيرة شوفوا الصفحة الاقصادها صفحة 203 واسه الرقم 7 في الاختيارات بيقولي هنا نقط is very important for Egypt ايه هو اللي بيكون هام جدا لدولة مصر بروشن التلوث بيكون هام لهذه الدولة ولا توريزم ليه السياحة نشاط اقتصادي مهم كردي الاجازة او العطلة مهمة لدولة مصر ولا فلاد الفيضان طبعا السياحة بتزود الدخل المصري او الدخل القوم فهي بتكون هامة جدا لدولة مصر رقم تانية ذي الواث يعني كان يوجد نقط in our class في ايه او كان موجود ايه في الفصل بتاعنا about how to help the environment ازاي ان احنا نساعد the environment البيئة كان موجود ايه في الفصل عشان نعرف ازاي او عن ان احنا ازاي نساعد البيئة بتاعتنا date اللي هو التاريخ اللي هو اليوم الشهر السنة ده التاريخ زي اللي بكتب على الصبورة كده carpet اللي هي السجادة debate كان فيه كده مناشة ومناظرة في الفصل ازاي نساعد البيئة ولا لمب لمبة او مصباح طبعا كان فيه ايه there was a debate كان فيه مناقشة ازاي ان احنا نساعد the environment البيئة رقم تسع بيقوله can help the يعني هنا السياحة ممكن ان هي تساعد ايه people السكان من historic يعني تاريخي local يعني محلي ancient يعني قديم لدرجة اثري كمين جدا هيرو بطل يبقى tourism السياحة كان هيرو ممكن ان هي تساعد the local people اللي هما من السكان المحليين بتوفر لهم فرص ايه؟ عمل وبتحسن الدخل بتاعهم رقم 10 we must encourage يجب علينا ان احنا encourage يعني يشجع يجب علينا ان احنا نشجع from all over the world يعني من جميع انحاء انحاء العالم to visit Egypt عشان يزوروا مصر لازم نشجع من من جميع انحاء العالم عشان يزوروا مصر thief زي هنشجع اللصوص يزوروا مصر ولا museum زي هنشجع المتاحف هي المتاحفين فاتيجة زور مصر ولا الاطلال او البقايا الاسهارية ولا توريس السياح طبعا لازم نشجع السياح to visit Egypt عشان يزوروا ايه دولة مصر رقم 11 ايضان لايك شوبين اد فير نوات ماركتز انا ما بحبش التسوق في الاسواق اللي هي ايه جدا clear clear يعني واضح ونقي هاي يعني عالي ومرتفع busy يعني مشغول ومزدحم او مزدحم ولا هيفي ساكل او غزير يبقى ايضان لايك شوبين ما بحبش التسوق اد فيري بيزي ماركتز في الاسواق اللي هي المزدحمة جدا والسؤال رقم 12 بيقول لي هنا ويش هذن لايجب علينا نوات لتر لتر اللي هي القمامة المفروض ما نعملش ايه في الكمامة وانذا بيتشز على الايه على الشواطئ draw يعني يعني يرسم ما ينفعش نرسم الكمامة draw يعني يعني يرمي او يوكا او يسكت collect يعني يجمع القمامة ولا كلين ينظف طبعا ما ينفعش ان احنا ايه draw letter يعني ايه يعني ما ينفعش ان احنا نرمي او يسكت برضو بمعنى يسكت او نسكت الايه القمامة وانذا بيتشز على الشواطئ رقم 13 ببلنها تطمس third الملك تطمس الثالث is a great بيكون ايه عظيم tourist ده سائح ده اسم سائح تطمس الثالث ده سائح ولا مسك ولا ده اسم قناع ولا جيد ولا ده مرشد ولا فر ولا ده فرعون طبعا فرعون عظيم is a great فرعون يعني فرعون عظيم رقم 14 يعني الطالب الجيد نقط مفروض يعمل ايه بطريقة جيدة او بطريقة لائقة في المدرسة فالوس يعني يتبع ولا كيفز يحفظ ويحتفظ ولا بهيفز يعني يتصرف بشكل لائق كده في المدرسة ولا اجريز يعني يوافق طبعا يتصرف بشكل لائق او بطريقة جيدة بهيفز وال في المدرسة والسؤال رقم 15 بيقولي هنا المسلة بتاعة الملكة كيلوباترا معطباط يعني 200000 كيلو جرام عايز يقولي هنا بتازن حوالي 200000 كيلو جرام تمام يعني يزن وزنها كده حوالي 200000 كيلو جرام يعني يعني يدمر يتصرف يبقى معناها بتازن حوالي 200000 كيلو جرام رقم 16 بيقولي هنا يعني بيحمي طبعا بيوفر فرص عمل للشباب يبقى بيوفر عمل كتير من الشباب رقم 17 بيقولي هنا ايه ويقول احنا كلنا نقط ذات يعني ان التعليم بيكون هام جدا للجميع احنا كلنا ايه ان التعليم مهم للجميع يعني بيوافق يعني يعني يحيي او يلقي التحية ولا يعني يعني يرفض او لا يوافق او يرفض لا يوافق او ايه او يرفض يعني يعطي طبعا we all agree احنا كلنا موافقين ذات education ان التعليم is very important for everyone هام جدا للجميع بعد كده رقم 18 the opposite of local opposite الى عكس من كلمة local يعني محلي اس بيكون عكسي محلي ايه national قومي او محلي برضو international عالمي او دولي مثل اللي هو المعدن awful فضيع وسيء جدا طبعا عكس كلمة محلي هي عالمي او دولي international رقم 19 does iron مواط ان ور ال الحديد بيقول هنا هل الحديد ايه في المياه درون بمعنى يغرق لكن يغرق هنا مين للاشخاص بمعنى يغرق للاشخاص لكن ديت اشياء بيسأل على الحديد سينك يغرق لكن مع الاشياء زي الحديد كده فلاي بيطير الحديد هيطير في المياه ولا درينك هيشرب طيب يبقى عندي هنا does iron يعني هل الحديد سينك يغرق ان ور يغرق في الماء